تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من النقاش كروي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى كل يوم خميه اليوم النقاش خلونا نخفف شوي شدة الحلقات الماضية خلونا نخفف نحكي بموضوع عام كثير موضوعنا العام اليوم المدافعين دائما الناس بتقولك راح جيل المدافعين الكبار راح جيل بيكينباور و مالديني و نستا و استام والأسماء هادي وين أيام زمان بس سؤالي هو هل الدفاع القديم بشبه الدفاع الجديد أولا وهل الدفاع الجديد فعلا أسهل من الدفاع بالعصر القديم قليلا نفكر الدفاع القديم كان أقرب لمجموعة أفراد منظومة أفراد مش منظومة جماعية الفرد القوي بيغطي مساحته بيسكر مساحته بيعمل تصرفات معينة و بيخد قرارات أقرب للفردية أنا هذي وجهة نظري الدفاع الجديد منظومة كاملة لو تحط نستا و مالديني و تعمل وراهم منظومة غلط حيبينه عندهم عيوب معنى هم من أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم لكن دفاع المنظومة مختلف دفاع المنظومة اللي خلى الناس تنتقد في فاندايك و تقول عنه بيهرب لكن فعليا فاندايك كان عم بيشتغن ضمن منظومة كاملة بيسكر مساحة معينة بيغلق زوايا تمرير معينة زميله الآخر بيعمل دور ثاني وبالتالي كان دفاع لفربول قوي رغم انه فاندايك ما كان عم بيطلع و بيعمل الحركة البطولية بيقطع الكرة في حين راموس شخصية مختلفة عن فاندايك بيطلع و بيقدم لكن ايضا بيلعب ضمن منظومة لما يندفع يقطع الكرة في واحد بيغطي وراه اتغيرت شوي ربما كرة القدم هذا من جزء الدفاعي انه صار جماعي حتى زي الهجوم ايضا صار اصعب بكرة القدم الهجوم بالماضي روح يشوفوا اهداف تحت الثمانينات واوال التسعينات بتشعر لاعب لعبين ثلاثة اللي هاجمين يعني اسهل ما بتحسش المنظومة الجماعية الهجومية الكثيفة السرعة الحالية اللي بالتعافيها كرة القدم كثير عالية سرعة الهجوم الآن اسرع بكثير من كرة القدم زمان واعتقد فيه احصائيات ورق ارقام تتكلم عن ارتفاع سرعة اللعبة بخمستاش وعشرين بالمئة مقارنة بالتسعينات نتكلمش عن التمانينات بس يعني عن التسعينات كرة القدم عم ترتفع سرعتها فبالتالي انا كمدافع صار معي وقت اقل اقرر صار معي وقت اقل اني احاول افهم شو المهاجم بده لانه هذا المهاجم الآن مزي زمان جاييني بعقله سبعين خطة مبرمجينه عليهم فداما عنده افكار فانا داما لازم اتوقع افكاره والتحليل والبيانات والداتا وهذا كله صار مطالب افهمه قبل ما انزل الالعب ما عادت الفطرة ما عاد اللي خليسميه الشعور الذاتي هو اللي بيحسم الامور صار في شيء اهم في كرة القدم اللي هو تكون فاهم كل شو بصير حولك وفاهم اللي بصير معك اضافة لشيء اخر مهم المدافع الآن اصبح دوره اقرب اللعب خط وسط متأخر لما يكون فريقه بيصعد بالكرة صار مطلوب يعرف يلعب على الكرة صار مطلوب يعرف يمرر صار مطلوب يطلع تحت الضغط فهذا كله ما كان موجود زمان فادور المدافعين زادت كثير فانا اعتقد في بعض المدافعين اللي ممكن صنفناهم اساطير لو رجعوا لعبوا الآن حيواجهوا صعوبة حيواجهوا مشاكل مش لانهم مش كويسين لا كويسين ومميزين ورائعين لكن لانهم متطلبات هذا العصر مختلفة عن متطلبات العصر القديم انا هترك لكم المساحة وبتمنى تاخذوا راحتكم بالتعليقات وبالكلام جد ما بدكم هل فعلا موضوع المدافعين القديمين كانوا افضل من الاجداد ولا هي مسألة الشوك للعقدة هاي العقدة الذهبية الفترة الذهبية القديمة اللي القدامة اللي قابل احسن من اللي هلا ولا فعلا انه كرت القدمة تغيرت فما عادت تسمح لظهور المدافع السوبر لوحده اللي بيغطي على الجو لكن لانه ادواره اصبحت ادوار ضمن منظومة بدي اسمع تعليقاتكم بدي اقرأها صراحة يعني انا ان شاء الله لما انشر هذا الفيديو حكون قاعد بالاردن فحكون فاضي اشغال وحقود اقرأ التعليقات ان شاء الله واتعلم منكم ونصر هنا نهاية هالحلقة كنت معكم انا محمد عباد موجود فيسبوك توتال انستغرام وضروري جدا انتابونا على سيلفيسبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة